نقاط مراقبة عسكرية جديدة انشأتها تركيا على طريق حلب اللاذقية في قرى الزعينيا وبكساريا وفريكا في ريف جسر الشغور التابعة لمحافظة ادلب اخر مشاهد التموضع العسكري شمال سوريا على حدود التماس مع الاسد وحلفائه تشير التحليلات بعد جائحة كورونا على قدرة الفيروس على الحد من العمليات العسكرية نتيجة لطرق انتشاره وسهولتها في التجمعات اضافة الى اهتمام الدول بقضاياها الداخلية مع اشتداد الازمة والتسعيها بينما يبدو ان التحالف الدولي تسعى معظم دوله لتخفيف وجودها العسكري في الشمال تطورات اخرى بسبب الجائحة كانت بظهور عمليات خاطفة لتنظيم الدولة في مناطق البادية السورية وحصول بعض المناوشات بين الجيش الوطني والقوات التركية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة اخرى وتصريحات لقوات قصد عن فرار مجموعة كبيرة من معتقلي تنظيم الدولة في سجن الحسكة القوات الامريكية في المنطقة تشير بعض التقارير عن محاولتها لاعادة الانتشار في بعض مناطق العراق وشرق الفرات وتعزيز قواعدها باسلحة نوعية على رأسها بطاريات الباتريوت كورونا الذي يطوف على العالم مخترقا للتحصينات والترسانات العسكرية انكفأت دول عديدة بعد ظهوره وربما يغير في توجهاتها وسياساتها الخارجية بينما يرى مراقبون ان دولا كبيرة كروسيا وامريكا هيبقى لديها نظامها العابر للحدود والذي جعل من سوريا مسرحا لتلاقي تلك القوى وربما ستكون اشكال تدخله لديها طرقها جديدة وشكلها العسكري الجديد ترجمة نانسي قنقر